السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الثلاثة 25 تموز يوليو طبعا القمر الآن موجود في برج الميزان في ساعات بعد العصر أو عند المغرب بتوقيت الشرق الأوسط بده ينتقل القمر ويصير في برج العقرب طبعا هذا اليوم يوم يعتبر يوم للمكاسب مع ضبط النفس أهم شيء أنه في زوايا اليوم متقلبة في هذا الموضوع القمر الآن موجود في منزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 48 دقيقة من صباح اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلام والصداقة والاستمرار الجيد القمر زي ما حكينا الآن هو موجود في برج الميزان لغاية ساعة المغرب تقريبا أو بعد العصر فهي أفضل فترة عاطفي لتعزيز أوصار علاقة عاطفي مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجي نالها بعض التوتر منكون اجتماعي أكثر من ميل الاسترخاء وبيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفلة أو إعادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتناء حاجية جميلة بالنسبة للزوايا الفلكية البطيئة طبعا اليوم في عنا زاوية جديدة هي زاوية رح تخفف شوي الضغط الموجود ولكنها مغررة فينا بسبب تراجع الزهرة هاي زاوية زاوية تقتران إيجابية بين عطارد وبين الزهرة طبعا هي رح تبدأ تأثيراتها من اليوم أو من موعد بث الحلقة تبدأ تأثيراتها وبتستمر لغاية يوم ثلاثين سبعة ذروتها يوم سبعة وعشرين سبعة في تمام الساعة ثلاثة وخمستعشر دقيقة عصرا هاي الزاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية بتجعلنا ميالين للتسامح مريحين خفيفين الروح وهذا الوقت المناسب للحياة الاجتماعية والعاطفية والتواصل مع الآخرين بدك تستفيد من الراحة اللي بتوفر لك ياها هاي زاوية بالدعوات أو السفريات أو التسلية بتدل على توجه وسائل الإعلام للتركيز على الميادين الفنية وتتبع أخبار الحفلات والمعارض والمسابقات الفنية اللي ممكن تقام أو إنتاج بعض الفنانين وعطاءهم برضو بزيد اهتمامنا ببعض المواضيع المتعلقة بالمرأة وحريتها وخصوصا فئات الشباب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين أورانوس هاي الزاوية طبعا مستمرة بتأثيراتها ليوم 27 سبعة فبسببها بتصيبنا حالي من التشتت الفكري وعدم التركيز مما يصعب علينا إيجاد حل المسائل كما أنها بتجعلنا عصبي المزاج ومنرتكب الأخطاء والتهور أيضا في بعض الأوقات هذا وقت غير صالح للشراكات لا تعتمدوا على الحدث في هاي الفترة وممكن تخلق عند البعض أفكار ثورية مخالفة للرأي العام تجعلنا عصبيين ومنرتكب الأخطاء ومنكون متهورين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين الشمس وبين بلوتو هاي الزاوية برضو تأثيراتها لغاية يوم 37 بسببها بتثور أعمال عنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن وبتعزز التسلط عند البعض وبحاول فرض سيطرتهم على الآخرين تضع عقبات في طريق نجاحهم وبتسبب عدوات خفية كما أنها بتزيد من حدة شهوانيتنا وبتضر بالصحة وممكن برضو تسببنا أمراض خطيرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين المريخ وبين المشتري وهاي الزاوية تأثيراتها من يوم 21 سبع إلى يوم 13 ثمانية طبعا ذروتها يوم 1 ثمانية الساعة 48 دقيقة مساء بتخلق جو من التسامح بحيث أنه منتسامح مع من أخطأ ويخطئ بحقنا ومن مد يد العون لإلهم يما أنها بتدفعنا للتراجع عن الأخطاء تجلبنا سعادة عاطفية كبيرة وبتدخل الإنفعال في علاقاتنا الجنسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين المريخ وبين زحل وهاي تأثيراتها مستمرة ليوم 28 سبعة بتتزايد المواجهات والمشاحنات وأعمال العنف اللي بتخلف مشاكل عديدة كما أنها بتزيد من العصبية عندنا وعليه يجب أن نتمالك الأعصاب وضبط النفس عند التعامل مع الغير إذا كان في مواجهات ولكن أنا بنصح تجنب المواجهات بيتفاقم أي شعور بالملل وبيتحول لامتعاد داخلي بينعكس على علاقاتنا مع الغير برضو بتدفعنا للإفراط أو المبالغة فعشان هيك بصير عنا أو بتسببنا حوادث أو عمليات جراحية وبتزيد من أنانيتنا وتعنتنا وصرامتنا وهذا شيء ممكن يعرضنا لهجومات من الخصوم بتكون فتاكة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين نيبتون هذه الزاوية تأثيراتها مستمرة ليوم 28 سبعة بتزيد الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار بتزيد من قوة الحدث وبتمنحنا خيال خصب ومثالية وإلهام ومواهب فنية والميل للأحلام وقوة الحدث برضو بتجعلنا نشعر بالطمأنين الداخلية وبتخلقنا ظروف مناسبة للعمل أما بالنسبة للزاوية الأخيرة من الزوايا البطيئة زاوية التسديث الإيجابية المنفصلة لما بين نيبتون وما بين بلوتو وإنه أنه هاي تأثيراتها من يوم 28 ستة ليوم 12 طبعا هاي بتسبب عودة وضعية قديمة أو شخص قديم بيرجع بيظهر على الساحة بيدعم من وضعنا أكثر فأكثر بالنسبة للزاوية اللي اليوم ما رح تكون قوتها أو ذروتها أول زاوية عندنا زاوية التسديث إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية طبعا هي ذروتها ساعة ستة وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا من صباح اليوم الثلاثاء تبدأ تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة وبتستمر حتى مغرب يوم الثلاثاء بالنسبة لهاي الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم وبتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديث إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية طبعا ذروتها ساعة وحدة وتسعة وخمسين دقيقة بعد الظهر بتوقيت غرينيتش من ظهر اليوم الثلاثاء تبدأ تأثيراتها من ساعات فجر يوم الثلاثاء وبتستمر حتى مساء يوم الثلاثاء بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم وبتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو طبعا بالنسبة لهذه الزاوية ذروتها ساعة ثلاثة وأربعة دقائق من عصر اليوم الثلاثاء تبدأ تأثيرتها من فجر يوم الثلاثاء وبتستمر حتى فجر يوم الأربعاء تدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين من من حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بيتوجه اهتمامنا للأمور الخفية والغامضة وبتقوي من شهوانيتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي مش زاوية هي خلو المسار خلو المسار للقمر لما القمر ببطل يشكل زوايا مباشرة مع الكواكب الأساسية طبعا الساعة ثلاثة وأربعة دقائق عصرا من عصر اليوم الثلاثاء بيبدأ خلو المسار وبيستمر حتى تمام الساعة أربعة وخمس وخمسين دقيقة بعد العصر هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة أربعة وخمس وخمسين دقيقة بعد العصر خلاص القمر بانتقل وبيستقر في برج العقرب عشان هيك من ساعات المغرب تقريبا بتوقيت الشرق الأوسط منصير أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة وبنشعر بالانتقاد والغير وحدتهم وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا شراء تأمين أو عقد تأمين أو مراجعة شركات التأمين وقراءة رواية بوليسية مثيرة ومشاهدة فيلم مغامرات واتخاذ قرار حاسم أو شراء بيت أو عقار أو استئجار عقار يعني الاهتمام بالعقارات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبي اللي بين القمر وبين الشمس هاي ذروتها ساعة عشر أو ست دقائق مساء بتوقيت غرينيتش من مساء اليوم الثلاثاء ومعنى زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس أنه في هذا التوقيت بيصير القمر نصف بدر يعني اللي هو النصف الأول احنا منسميه أو الربع الأول للقمر فاي طبعا تأثيراتها بتبدأ من ساعة فجر يوم الثلاثاء وبتستمر حتى مغرب يوم الأربعة هذا الاتصال بخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين ومتشائمين ومتقلبين وبتزيد الصعوبات مع الجنس الآخر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة وهي من زوايا يوم الأربعة ولكن تأثيراتها بتبدأ تقريبا من عصر يوم الثلاثاء وحتى مغرب يوم الأربعة زاوية التثليث الإيجابية بين القمر وبين زحل اللي ذروتها ساعة أربعة وسبع دقائق صباح يوم الأربعة زي ما حكينا من ساعات العصر نبدأ نشعر بتأثيرات هاي الزاوية بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا أول شيء من الآن ولغاية ساعات ما بعد العصر أو لغاية ساعات المغرب لدينا الكلا والحالب والمثانة البولية والأوردة والجلد كعضول اللمس البنكرياس الأنسلين أسفل الظهر والزائد الدودية أما من ساعات ما بعد العصر والمساء والأيام القادمة بصير عنا الأعضاء الأكثر حساسية الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغدد التناسلية المبايد لبرستاتا عظم العانة والجينات بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا يعني اليوم هاي الأعضاء اللي ذكرناها ما بنصح بإجراء العمليات الجراحية وبما أنه منتصف بدر معناته شوي في بعض الخلل رغم أنه ما فيه أي مخاطر ولكن يعني مننصح بإجراء العمليات الجراحية الكبرى لكن دون الأعضاء اللي ذكرناها وخصوصا في فترة أما بالنسبة لعمليات التجميل والحقن والجراحة فما بنصح فيها نهائيا بالفترة هاي بسبب تراجع الزهرة لأنه النتائج بتكون مش مثل ما بدك وهذا اليوم عادي يصلح لإزالة الشعر الزائد بالطريقة التقليدية ولكن الطريقة العلاجية أو لإزالة الشعر الزائد من الليذر فما بنصح فيه بالنسبة للشعر التجميلي طبعا هاي الفترة ما زالت تصلح للقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنها برضو تصلح للقص العلاجي ولكن اليوم تحديدا لأنه منتصف القمر أو منتصف بدر فيعني القص العلاجي بيكون ضعيف في نسبة نجاحه القمر في العقرب طبعا خلو المسار القادم بما أن القمر رح يتواجد بالعقرب في ساعات المغرب معناته خلو المسار القادم بيكون الساعة عشر وخمسة وثلاثين دقيقة من مساء يوم الخميس وبيستمر خلو المسار حتى ساعات ما بعد منتصف الليل الخميس على الجمعة تقريبا تساعة تناعش واربع وعشرين دقيقة لا يستقر القمر بعديها في برج القوس أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع عمره ثمان أيام في تمام الساعة تسعة وتسعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بيصير تسع أيام نسبة الإضاءة بتصير خمسين في المية يعني الساعة تناعش بالليل من مساء يوم الثلاثاء لو طلعنا على القمر منشوفه خمسين في المية اللي هو نصف البدر أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم ثلاثة وعشرين ثمانية سعيد الآن بنسبة خمسة واربعين في المية في ساعات الفجر بصير سعيد بنسبة خمستاش في المية القمر في الميزان بده ينتقل للعقرب زي ما حكينا ورح يظل في العقرب ليوم ثمانية وعشرين سبعة سعيد بنسبة ثلاثين في المية الآن في ساعات منتصف الليل بصير سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة سبعين في المية أما في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 60% في ساعات متأخرة من المساء اليوم الثلاثة بصير القمر سعيد بنسبة 45% عطارد في الأسد حتى يوم 28 سبعة سعيد بنسبة 30% الزهرة في الأسد بيت راجع حتى يوم 49 منتحس بنسبة 60% المريخ في العذراء حتى يوم 27 ثمانية سعيد بنسبة 15% المشتري في الثاور حتى يوم 49 منتحس بنسبة 25% زحل في الحوت بيت راجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثاور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 30% نيبتون في الحوت بيت راجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي بيت راجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% حطيته لايك حطيته كومنت وشير يعني هي تذكير يعني اللي ما حط حط لايك وديس لايك وكومنت وشير وكتب لك تعليق حلو مش عاجبك عادي سب عليه ما عندي أي مشكلة بدك توجه انتقاد عادي وجه الانتقاد اللي بدك هيه عندك معلومة حابة بالضيفة تفضل عندك اقتراحات برضو بتقدر تحطها عندك كبستين برضو اللي هي التشكرات والانتساب والدعم اللي في صندوق الوصف تكبسش عليهم لأنه يعني مش بحاجة يعني حضورك للحلقة يكفي في هذا الموضوع وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بيتركز اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم اليوم برضو الاجواء الها علاقة بالشراكة المالية والعاطفية وعلاقتكم مع الازواج او شراكاء العمل لغاية ساعات العصر بدكوا تتجنبوا الالتزام اتجاه الطرف الاخر وايضا ضبط العصاب من العصفية والانتباه من بعض التقلبات الصحية لأنه طاقتكم ما زالت ضعيفة ابعدوا عن المواجهات قدر الامكان اما من ساعات ما بعد العصر هون بتنهمك في اعدد تنظيم اموركم المالية اهمش انه ما تهملوا صحتكم تصبح الاجواء اكثر ايجابية وتجاوبا معكم بتلاقي اعمالك صدى طيب اهمش انك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون اعذار برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بدكوا تواصلوا اعمالك اللي بدأتوا فيها من قبل وما تبدأوا بعمل جديد لأن القمر الان بمراحل المقابل لعلكم طاقتكم بدأت تهبط شوي او تنزل شوي بتشعر بنوع من انواع الوهن او التعب او هيك نوع من الملل الاشياء هاي بتسيطر عليك فهذا الشيء ممكن يخليك تقصر باعمالك او تتهرب من اتمام بعض الاعمال وهذا الشيء ممكن يسجل عليك علامات استفهام برضو الوضع الصحي فيه نوع من انواع التقلب بدك تهتم فيه وابعد عن اي مشاكل او مشاحنات ما بينك وبين زملائك بالعمل اما من ساعات ما بعد العصر هنا القمر بصير مقابلك تماما ماشي بترغبوا في تعزيز شراكاتكم سواء المالية او العاطفية ولكن ممكن تتعقد الامور وتطرأ بعض البلبلة حاول انك تعالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذر القطيعة والدعاوة القانونية لان خصمك في الفترة هاي بكون قوي والعرقيل برضو بتستفزك برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بوسعكم قضاء وقت ممتع مع حباكم واستغلال الاجواء يعني المناسبة على المستوى الفكري والعاطفي بعض الحضوض موجودة خلال هذا اليوم تدعمكم لغاية ساعات العصر تقريبا برضو تعزيز العلاقة مع الابناء او الحوار والنقاش والترفيه الاجواء جيدة اجمالا ولكن ممكن يكون في سوء تفاهم او حدية اثناء التعامل مع من ذكرنا قبل قليل اما في ساعات ما بعد العصر هنا بصير التركيز على العمل فبيبدأ العمل بتراكم لديكم بتكون تنتبهوا لصحتكم بتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت اضافي فعشان هيك بتكون تحاذروا من المشاكل الصحية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتكون تتجنبوا ادخال اي تغيير على مسكنكم او شراء قطعة ثمينة من اثاث البيت الاجواء جيدة للتواصل العائلي او التقارب او المناسبات او الزيارات ولكن ممكن يكون فيه حدث معين يطلب منك التدخل او ابداء الرأي حاول انك ما تكون عصبي بالحوارات والنقاشات العائلية اما من ساعات ما بعد العصر هنا بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات لطف الاجواء واعد العلاقات لطبيعتها بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات ومنك تحل مسائل عالقة او كانت مستحيلة تعتبر فترة ايجابية وقوية برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد اللي بدي يتقدم لامتحان او عنده مقابلة بده يركز بشكل جيد ما يعتمد على العواطف والحدث والامر هاي بالعكس بده يستعد بشكل جيد ويعتمد على عقله اكثر الاجواء جيدة بالتناقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات ولكن بدون عصبية زي ما حكينا ضبط الاعصاب مطلوب عندك قدرة على الاقناع عالية ولكن التسرع ممكن يخرب عليك كثير من الامور اما من ساعات ما بعد العصر هنا بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية وبوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع افراد العائلة اهمش انكم تتجنبوا توبيخ الاحبة او لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية او شخصية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا من الان ولغاية ساعات العصر بتكون تحذروا تحذروا من اي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة او اقراض بعض الاشخاص او المغامرات المالية او البذخ والاسراف لانه بالفترة هاي في متطلبات مالية كثير ممكن تظهر على الساحة او يتكون مطالب بسداد بعض الفواتير او برهقك وضع مالي معين بدك تركز بشكل جيد على الوضع المالي ما في داعي للمغامرات صحيح انه في بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل اضافي او مستردات هبات نوع من الدعم ولكن المصاريف موجودة اما من ساعات ما بعد العصر هنا بصير النشاط عالي جدا بتنشطوا بالسفر والاتصالات والحوارات والنقاشات وبكون لكم نوع من انواع التعامل مع اخ اوجار وبتكثر النشاطات على حسب حق الاختصاصك بتكون لك لقاءة عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك اهم اشي انك ما تتردد بالتحرك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بالظل في قدكم بانفسكم كبير وبعمكم النشاط وطاقتكم عالي جدا مع هيك بامكانكم كتبادروا باي عمل ولكن ما تبدأوا بعمل جديد بهذا اليوم حاولوا انك تدرسوه بشكل جيد الا اذا كان وظيفة اضطرارية ولازم انك انت تشتغل فيها وانت دارسها بشكل جيد فابدأ عملك واصل اعمالك الاعتيادية طاقتك ممتازة زي ما حكينا من ساعات ما بعد العصر هنا بتعيدوا ضبط ميزانيتكم اهمش انه ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب او حبيب ولا تبالغوا بمصاريفكم بدكوا تكونوا معتدلين وموضوعيين في النقاش والمساومة ممكن تهتموا لأمور مالية او امور استشفائية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر رح يظلم سيطر عليكم لليوم الثالث على التوالي بسبب وجود القمر في بيت المتاعب لغاية ساعات ما بعد العصر فعشان هيك بدكوا تنجزوا فقط ما هو ضروري من اعمال بشكل روتيني او حاولوا انكوا فقط العمل المتراكم اخلدوا للراحة انتبهوا لصحتكم ما تتخذوا قرارات حاسمة خلال هاي الساعات كل ما اقتربنا لساعات العصر بيطرق تغيير للأفضل على صحتكم اما بالساعات ما بعد العصر بتستعيد حماستك بتنهمك بادخال تعديلات او تغييرات على روتينك او على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وبتقلب المعطيات من تلقاء ذاتها رح تنقلب اساسا لصالحك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتنشطوا اليوم بين الاصدقاء لغاية ساعات ما بعد العصر اهم شي انه ما تعتمدوا كثير على اي وعد يقطع الكم بهذه الاتناء حاول قدر الامكان تعتمد على جهدك الشخصي برضو اليوم ممكن يتوجه لك دعاوي لحضور حفلة او مناسبة او تسعد من لقاء بعض الاصدقاء الاجواء جيدة جدا اما من ساعات ما بعد العصر هنا بتكوى تنتبهوا اكثر لصحتكم لا توقع على عقد وما تبدأوا اي عمل جديد لان القمر رح يكون موجود في بيت المتاعب هاي فترة فارغة من الحظ حللوا الامور بهدوء وابتعدوا عن الاضواء وما تقرروا على شيء عشان ما تخيب امالك بتكوى تحاذروا من البلبلة والالتباسات برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا بتكوى تواصلوا اعمالك الاعتيادية اللي انتوا بدأتوا فيها وما تبادروا لعمل جديد عززوا علاقاتكم مع المسؤولين برضو اليوم جيد للدفاع عن السمعة او تقديم طلبات عمل او مقافلات او استعاني ببعض الشخصيات يكونوا واسطى او داعمين لا اليك اما من ساعات ما بعد العصر هنا بصير النشاط الاجتماعي هو الظاهر على الساحة تلتقوا الاصدقاء بادروا لملاقات الاخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالكم لانه ممكن تجدوا حليفي دعم تصوراتكم يعني الاجواء جيدة اجتماعيا وممكن تستعين بعلاقاتك ايضا على انتمام بعض المسائل لا تستسلم بل كرر المحاولات برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو اللي بده يتقدم لا امتحان او مقابلة بده يركز بشكل جيد وخصوصا اللي هم اللي بدرسوا بالجامعات او المعاهد او عندهم دورات عندهم امتحانات فيها لازم التركيز برضو اللي عندهم سفر يتفقدوا امتعتهم وما يتأخروا على المطار او على الطيارة لانه عادي ممكن ما يوصل بالوقت المحدد او يصير بعض التعطيلات الاجواء جيدة للاتصالات الخارجية والتواصل مع اشخاص خارج البلاد او السفر البعيد وبتظل الاجواء داعم لالكم بشكل جيد حتى على المستوى العاطفي اما من ساعات ما بعد العصر بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وبتقضعوا لعدة تجارب مهمة اهمش انه ما تضعفوا وما تجازفوا بسمعتكم وبرضو معاني بتكونوا تقوموا بواجباتكم على احسن ما يمكن وقدموا افضل المستطاع برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتكونوا تتجنبوا اي شراكة مالية وتتفحصوا حساباتكم المشتركة بشكل جيد ولا تقرضوا اشخاص مال او تكفلوهم من الان ولغاية ساعات العصر ممكن تهتم ببعض المسائل المالية المشتركة اللي هو مال زوج او شريك بنك ضريبة تأمين ترتيب حساباتك او فوتيرك او تهتم بموضوع عائلي او موضوع قديم يظهر على الساحة اليوم وينفتح النقاش فيه اهم اشي انك ما تعصب حاولوا قدر الامكان تضبطوا عصابكم خففوا من نفقاتكم ما تغامروا ماليا اما من ساعات ما بعد العصر هنا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة وبصير هذا اليوم يوم مناسب لا اجراء مقابلة او اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل او دراسة جديدة او تناقش اي موضوع بتناقشه راح تناقشه بقوة وذكاء وتتجرأ على رفض اي شيء ما بناسبك لا تخشى شيء بل ثق بنفسك اكثر هاي فترة مناسبة لخوة التجربة جديدة وبعض موليد ورج الحوت ممكن يعرض عليهم او ينفتح موضوع العلاقة بالسفر طيب هيك وصلنا لنهاية الحلقة يا ريت اذا عجبت هاي الحلقة يعني حط تعليق او لايك او ديس لايك اذا ما عجبك واذا ما عجبتك من مرة عادي سب علي اذا عندك انتقاد حطه حابب تنصح نصيحة تفضل يعني حابب تعمل اي شيء يعني ما في شيء ماسكك يعني ما رح ادفعك فلوس ابدي وجهة نظرك ولكن يعني لاحظوا الحلقات الايام الماضية نزلت المشاهدات عليها والتفاعل عليها ما بعرف شو الاسباب يا ريت تحطولي اقتراحاتكم هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد المخطر اشهد البعاى اشهد البعاى اشهد البعاى اش research